السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قد نحضر معكم وصفة حلوة على شكل فطر وهي شبيهة كثيرا للفطر الحقيقي. والوصفة ديلها سهلة جدا وكذلك المدق ديلها رائع غدي يعجبكم بزاف ولها الشيشة يعني ما ما تصوروش لها شاشة ديلها كيفاش ديرها الشيشة بزاف وغدي تعجبكم. وكذلك ما كنحتاجو للطابع لحتشي حاجة يعني في اي بيت كتتوفروا على قنينة على قرعة ديل الماء تكون صغيرة يعني اي بيت كتوفروا على القرعة ديل الماء بيها باش كنشكلوا هاد الحلوة طريقة ديلها سهلة جدا وغدي ندوز معكم نوريكم المكونات وكذلك طريقة التحضير. غدي تاخدوا واحد لاناء فاش غدي تعجنوا العجين او المكوين غدي تديروا مئتين وخمسين جرام من زبدة ومن الاحسن تكون بحرارة لمطبخ وعندي كأس مملوء ديل سكر ساقيل او سكر الناعم. عندي ساشي ديل الفاني سكر الفانيلا. وكذلك غدي تضيفوا بيضتان. البيضتان غدي تديروهم كاملين. الابيض والاصفر. وهاد المكونات غدي تدمجوهم مع بعضهم جيدا. باللي فقط باليد اليد ديالكم. وكيف قلت لكم سابقا من الاحسن الزبدة تخرجوها من قبل ما تخدموها بشي ساعة ديال المقانة. باش كاجيكم سهلة في الخدمة. انا خرجتها متأخرة في شوية اخدتلي شوية في الوقت باش نطلقها ولكن مش مشكلة لها تطلقت لي من بعد. انتم من الاحسن الى كان عندكم صيفرها غدي تساعدكم. غدي تجمعها تكتر جعلها هاد الشكل وضروري غادي تدفو مايزينة ربعمية جرام. اي مايزينة كالك يسميها بدقيق الدورة. غادي تدفوها كاملة وهي لك تعطي العجين ذاك الهشاشة مع الزبدة. وغادي تجبكم هاد الوصفة الرائعة وناجحة مئة في المئة. نجح معكم من اول مرة ان شاء الله. غادي دمجوا هاد المكونات جيدا مع بعضهم. وهاد اه وهاد الميزينة غادي تدخل في الزبدة جيدا ولكن انا ما غادي تكفي باش باش العجين يتجمع باش يقصح. ضروري غادي نعاونوا شوية ديال الضغغ. انا من بعد غادي نضيف واحد الكوب كوب ديال الكأس ديال العنبه غادي يكون مملوء جيدا حتى الاعلى. هو اللي غادي نضيفه على على هاد العجين. انتم على حسب الدقيق وش كي يشرب او لا ما كيشربش. مهم انتم ما غادي تشوفوا معي انا شحال غادي نديل. كي شفتوا معي فجمع الدك الميزينة وزبدة كانت مازالها جارية شوية. ولهذا اضطررت نضيف الدقيق كيف قلت لكم. انتم ما بقوا تضيفوه شوية بشوية. انتم ما نقول لكم على حسب النوعية ديال الدقيق. انا خدالي كأس ديال العنبه كامل. غادي تحاولوا جمعها ومجي مقاسها مجارية يعني متوسطة. انتم ما غادي تشوفوا القوام ديالها. في الاخر كيفاش غادي يجي. وحاولوا دلكوها دلكوها جيدا فقط بالاصابع ديالكم يراه الطباب ما تحتاجوش انكم دلكوها يعني ماشي بجوش ديال ايدي او لانتم كيفما كتشوفونها بيد وحداك انجمعها. انا سهلة في الجامعة ديالها كتعاونكم. وده بغادي نضيف الباقي المكونات ديال الدقيق. وغادي نضيف الان الخميرة ديال الحلوة. غادي نضيف ساشي ديال تمنيه ديال القرامات. وده بغادي تحاولوا تعجنوها جيدا باش دك الخميرات تخلط في العجين كامل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القوام ديالها كي جعلها تشكلها كامل. بعد غادي ناخدوها من اليد ديالنا. غادي نضيف بها كريات. غادي نضيف بتك الصحن اللي غادي تدخلوه الفرن على هات الشكل هكا في آآ الشكل ديال هيجي على شكل بحال غريبة بحال آآ مهم بحال الشكل ديال غريبة. ما كبيرة ما صغيرة. وراكة اعطي كمية وفيرة فقط انا مع الكاميرا غادي نوريكم فقط هات شوية هذا. والان غادي ناخدو واحد القنينة كي شفتو اه تقدرو تديرو قنينة ديال الماء وملء احسن يستحسن تكون صغيرة. انا عندي القنينة هادي يعني اي قنينة تقدرو تستعملوها ماشي مشكل. كي شفتو معايا الشكل ديال هيجي بحال شامبينيو. مالجواني بديالها كي يكونوا على هات الشكل هكا. وغادي تاخدو الكاكاو البودرة ديال الكاكاو. وغادي تسغطسوها فيه ومن الاحسن ذاك القنينة مسحها فقط بالاصبوع ديالكم شوية ديال الماء. غير فقط المرة الاولى من بعد بلما تعودوا تديرو هات العملية. باش كتلسق ذاك البودرة ديال الكاكاو. غادي تاخدو ذاك الحبة وغادي تضغطو جيدا. غادي تضغطو بهات الشكل هكا. وكي شفتو معايا الشكل ديال هكي يجي بحال شامبينيو. ومن غادي تطيب راها تزيد ذاك الوسط ديال هكي يزيد يطلع يطلع شوية وكتنفخ. وحاولو تبعدوهم ما تلاسقوهم شفاش تديروهم بحالة الشكل هكا بعدهم شوية. لان الحجم ديالها ما زال كي تضاعف. غادي سبقا وغادينا على هاد هاد المرحلة هادي بهاد الشكل هكا. وراهم ساهلين في في الخدمة ديالهم ما كي ياخدوش واحد لوقت كتير. كي شفتو معايا الشكل ديال هم كي يجي هكا. تقدروا تديروهم كذلك في الكف ديال يدكم كتجي سهلة وكذلك من الاسفل ديالها كتجي دائرية. والان بعد ما انتهيت غادي ندخلوهم الفرن وما خاش الفرن يكون مجهد خاصة يتابوه في عفية مهيلة واللون ديالهم ما يجيش محمر يبقى ابيل في مئو سبعين دراجة ولكن فرن الغاز يكون متوسط. نسبة الفرن يا اما ديال الضوء او ديال الغاز خاصكم تشعلوه من الفوق وفي الاسفل. والعفية كيفوث لكم سابقا خاصة تكون ضروري مهيلة. والان بعد ما طابوه كيجي على هات الشكل هكا كيفو ريتكم سابقا كيجي ورائعين شكلا وما داقا غادي يعجبكم ان شاء الله بساف. والان اه وصلت نهاية الفيديو. بالنسبة لي اول مرة غادي شوف الفيديو ديالي. كنتمنى ان شاء الله تشترك في القناة وكذلك تضغط على زر الجرس. ولا اعجبك لفيديو. ما تنساش تدير لجيم وكذلك التعليق. وان شاء الله نتلقى في الفيديو المقبل. وشكرا عليكم على المشاهدة.